اشتركوا في القناة الفيديو بتاعنا اللي ما اشتركش في القناة واول مرة يزورنا يخش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بنقدمه والناس القديمة معنا دعمنا بلايك ناس كتير جدا كلمتني على مسابقة فعلشان كده النهاردة ان شاء الله عملتلكم مسابقة صغيرة كده النهاردة ان شاء الله لو الفيديو من هنا غاية يوم الجمعة الجاية كمل الف لايك بس بامر الله هنقدم جوز استرالي بعياله بامر الله نبدأ نتكلم على الحاجات اللي كانت بتتلم النهاردة من التجار هنقول الحاجات ايه اللي كانت بتتلم وبعد كده هنذكر اسعارها بالتفصيل اول حاجة النهاردة كان بتلم الكوكتيل كوكتيل لاتيني كبير وصغير وكوكتيل ايزابال كبير وصغير وكوكتيل مصبع كبير وصغير وكان بتلم شبابات الحبشي وكمان كان بتلم دكر الحبشي كان فيه بعد الناس بتلم استرالي لكن مش كتير استرالي وروز ودول غالبا بيلموا طلبيات المحلات لكن التجار كطلبيات تصدير كانوا مركزين على الكوكتيل الحاجات اللي انا قلتلكوا عليها دي طبعا لو هنتكلم على الاسعار او هنتكلم على الانواع اللي كانت بتتلم النهاردة ما نقدرش نقول زيها زي الاسابيع اللي فاتت ممكن زيها زي الاسابيع اللي فاتت بالنسبة الاسعار لكن بالنسبة الانواع حاجات كتير النهاردة كتير جدا ما كانتش بتتلم خاصة في البدجي الحقيقة نقدر نقول ان حركة التداول وحركة اللم قلت عن الاسابيع اللي فاتت وده راجع لعدة عوامل اولها التواطر العالمي وزيادة سعر الدولار ده طبعا قدى ان الاكل كمان زاد فبالتالي انا لو هاوي وحابب ان انا اشتري حاجة فطبعا لما بلاقي ان الاسعار بتاعة الاكل بتغلى فده شيء طبيعي بيخليني كمان ما عنديش استعداد اشتري تيور جديدة وكمان زيادة الاكل والمستوى المعيش بشكل عام بتاع الناس الايام دي خلى الناس كتير جدا تصفي وكمان دخلة رمضان فده طبعا خلى ناس انها تبدأ تبيع حاجات منطيورها كتير فده طبعا بشكل طبيعي قدى ان الاسعار تنزل ونزول سعر الاسترالي بالدرجة دي ده طبعا بسبب كمان زيادة الاسعار الاكل بشكل جنوني ده خلى الناس انها تبدأ تصفي الاسترالي بالذات العادة فنصيحة لأي هاوي عنده طيور كميتها كبيرة ومستوىها اقل يعني لما جابعها تتبع بسعر اقل من تكلفتها يحاول ان هو يخفف من الاعداد بشكل كبير ولان كمان بيعين الاكل بيتوقعوا ان الاسعار بتاعة الاكل تزيد بشكل عام فالمفروض ان انا الطير اللي اجيبه يكون غالي علشان الانتاج بتاعه اللي هيطلع يعرف غطي المصاريب بتاعة التكلفة نبدأ نتكلم على الاسعار اللي كانت موجودة النهاردة في السوق بالتفصيل يلا بينا نسمع الاسعار يلا بينا نبدأ نتكلم في بداية الكلام بتاعنا عن الكوكتيل الحبشي كان التاجر النهاردة بيلم الدكرة الحبشي على 100 جنيه والشبابات على 140-150 جنيه بالنسبة للشغال النهاردة بالنسبة للشغال بداية من 200-250 جنيه بالكالمع الكوكتيل ايزابيل واللي كان بيتلم النهاردة شبابات ب250 جنيه والكبير من 280-290-300 طبعا في التداول الاسعار بيزيد 350 جنيه سعر الجوز الايزابيل الكبير بالنسبة للكوكتيل المصبع واللي كان بيلمه التاجر النهاردة ب250 جنيه واهم حاجة بالنسبة للايزابيل او المصبع لحاجات النشفة بالنسبة الكبير من 280-300 جنيه سعر الجوز طبعا مصبع اسعاره بتزيد حسب المستوى في حاجات بصمات وحاجات بتوصل ل500 جنيه بالنسبة لكوكتيل لاتيني واللي كان التاجر النهاردة بيلم الشبابات منه ل300 جنيه بالنسبة للكبير كان بيتلمه من من 380-400 جنيه والشغال في التداول القص الشغال المحترم بيبدأ من 450-550 حسب المستوى نبدأ نتكلم عكوكتيل الفرنساوي نبدأ بالويت فيس واللي كان سعر الشبابات منه 300 جنيه في التداول والكبير 450-500 الازابيل الفرنساوي الشبابات منه 400 جنيه الصغير والكبير من 550-600 بالنسبة للمسبعات واللي اقل مستوى منها بيبدأ من 500 جنيه الشبابات والكبير سعره بيبقى من 600-700 طبعا المسبعات حسب المستوى انا بتكلم على اقل مستوى بالنسبة لكوكتيل البينو واللي سعر الجوز منه الشبابات بتعمل 1000 جنيه سعر الجوز والكبير الشغال من 1700-1800 نبدأ نتكلم على البدجي وزي ما قلنا النهاردة الطلابيات او اللام عليه كان ضعيف جدا لكن كان بيبدأ من 40 جنيه سعر الجوز وده سعره قليل جدا بالنسبة للصغير والكبير 75 بالنسبة للوش الاصفر واللي سعره بيبدأ من 70 جنيه سعر الجوز كبير 90 جنيه بالنسبة للانو الالبينو واللاتيني واللي سعره بيبدأ من 60 جنيه شبابات وكبير 80 جنيه بالنسبة للفالو 120 جنيه صغير وكبير 150 جنيه الشكر برصاصي واللي ما كانش عليه لعمل النهاردة لكن سعره بيبدأ من 400 جنيه صغير وكبير 650 جنيه البلاك وينج الاخدر واللي سعره بيبدأ من 800 جنيه سعر الجوز وسعره بيختلف حسب السن وحسب لون الزبغة البلاك وينج الازرق واللي سعره بيبدأ من 1000 جنيه سعر الجوز زي ما قلنا بيختلف حسب درجة الالوان والسن تركيبات الرنبو واللي سعرها بيبدأ من 90 جنيه الجوز الشبابات والصغير 130 جنيه. بالنسبة للرامبو والسعره بيبدأ من 300 جنيه سعر الجوز للحاجة العديدة خالص السكاي. السعر بيختلف حسب درجات الالوان في حاجات بتوصل ل1000 جنيه. بالنسبة للشوشة والكرك والسعره بيبدأ من 100 جنيه سعر الجوز الشبابات والكبير 140 جنيه. بالنسبة للفولة للصغير اللي بتبدأ من 250 جنيه سعر الجوز الكبير 350 جنيه بالنسبة لفولا اللاتيني والألبينو والسعرها بيبدأ من 500 جنيه صغير والكبير 700 جنيه طبعا المستوى اللي بيتحكم في السعر في حاجات بتزديد عن كده طبعا الفولا اللاسونج الأبيض والسعرها بيبدأ من 700 جنيه الصغير والكبير 900 جنيه برضو الحاجات دي طبعا أسعارها بتختلف حسب المستوى الفولا اللاسونج الأصفر والسعرها بيبدأ من 700 جنيه صغير والكبير 1000 جنيه بالنسبة لتركبات الفولل والصعره يبدأ من 800 جنيه صغير وكبير 1200 جنيه بالنسبة لФولل الرنبو والصعره يبدأ من 1800 جنيه الصغير وكبير 2400 و2300 والصعره يبدأ من 250 جنيه الصغير وكبير 1400 جنيه طبعا الأسهار تزيد أو تقل حسب حجم ومستقوى بتاع الانصاص بالنسبة للانجليزا واللي سعرها بيبدأ من 1500 جنيه صغير والكبير كبير 2000 جنيه زي ما قلنا برضو للانجليزا فيها مستويات كتير وسعرها بيختلف بيوصل ل 10000 جنيه في الجوز بالنسبة للروز الاخضر متين جنيه صغير والكبير 300 جنيه بالنسبة لبقية الالوان واللي سعرها بيبدأ من 250 ل 350 حسب درجات الالوان وحسب السن الروز اللاتيني والاسعاره بتبدأ من 350 سعر الجوز الشبابات والكبير 450 و 500. النسبة للروز الالبينو والسعره بيبدأ من 600 جنيه صغير والكبير 1000 جنيه. West palabra orange. السعر برده بيبدأ من whatever بيبدأ من 600 جنيه و 650 صغير والكبير love-1100. قال then open gold red يبدأ من 600 جنيه. الفشر الأخضر والسعره بيبدأ من 200 جنيه صغير و300 جنيه كبير بيئة الالوان سعرها بيبدأ من 250 الصغير والكبير 330 و350 نبدأ نتكلم على الفشر نتكلم على الفشر اللاتيني اللي سعره بيبدأ من 400 جنيه صغير والكبير 600 650 الفشر اللي قلبينه اللي سعره بيبدأ من 350 جنيه الصغير والكبير 450 و500 جنيه نبدأ نتكلم على عائلة الفينيش ونبدأ بالزبرة واللي كان سعرها النهاردة بيبدع من 65 جنيه صغير والكبير 80 جنيه بالنسبة للزبرة الفراولة واللي سعرها بيبدع من 80 جنيه صغير والكبير 100 جنيه بالنسبة لطير المطبوح واللي سعره بيبدع من 150 جنيه صغير والكبير 2225 جنيه نتكرم على الجاوة نبدع بالجاوة الحبشي واللي سعرها بيبدع من 200 جنيه صغير والكبير 300 جنيه الجاوة الابيض black eye 200 جنيه صغير وكبير 300 و350 الالبينو عين حمره 300 جنيه صغير وكبير 400 بالنسبة للجاو الفون ولي سعره بيبدع من 350 جنيه صغير وكبير 550 جاو السلفر ولي سعره بيبدع من 250 جنيه صغير وكبير 300 ل350 جولدن فينيش ولي سعره بجميع درجات الوانه تبدأ من 1000 جنيه سعر الجوز بتزيد او بتقل حسب السن بالنسبة للكاناريا واللي سعرها بيبدأ من 400 جنيه صغير والكبير 600 في حاجات 550 كمان شفتها و500 حسب يعني حسب المستوى بالنسبة للحسون واللي سعره بيبدأ من 300 جنيه صغير والكبير 400 جنيه اليمام الماسي واللي سعره بيبدأ من 200 جنيه الصغير والكبير 300 ل325 وعشرين وتلتمية وخمسين. بالنسبة لطائر الميناء واللي سعره بيبدأ التفريخ منه تلتمية وخمسين جنيه لربعمائة جنيه حسب السن وحسب حسب المستوى. بالنسبة طبعا السد سعره بيقل كتير. بيبدأ سعره من مية وخمسة وعشرين ومية وخمسين جنيه. نبدأ نتكلم على البغبغانات ونبدأ بالدور الهندي والسعر الشبابات منها بيبدأ من الفين جنيه صغير. اه وكبير الشغال تلتمية تلات تلاف وخمسمية وتلات تلاف وستمية. الدورة الامريكي واللي سعر جزء منه الشبابات بيبدأ من تمن تلاف. والكبير اتنشر الف السنكن يورو اللي سعره بيبدأ من خمس تلاف الشبابات. والكبير تمانية وتسعة تلاف. بالنسبة للروزيلا واللي سعره بيبدأ من تلات تلاف وخمسمية. اه لاربع لخمس تلاف بالنسبة للكبير الكاسكو الافريكي والسعر الحتة منه بتبدأ من 9000 جنيه والكبير 15000 الصيد سعره بيبدأ من 7000 ولو انا هجيب صيد طبعا يستحسن جدا يكون صيد قديم ويكون حد موثوق منه وكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص ما تنسوش المسابعة اللي احنا عاملينها لو اي موضوع عايزنا اتكلم فيه في الفيديو اكتب لي في التعليقات وبامر الله هنعمل عنه فيديو الى لقاء جديد وفيديو جديد في امان الله